الروح القتالية كانت شعار لاعبي منتخب مصر خلال مباراة كوديفوار وظهر ذلك طوال الوقت وخلال تنفيذ رقلات الترقيح أوجه الشكر لزملائي في المنتخب على مساعدته للفوز بجائزة رجل مباراة كوديفوار أمن جيد أن يتم تشجيعنا بوسطة الجماهير الكاميرونية وقدمنا ما علينا في جميع المباريات وأداءنا يتحسن من مباراة الأخرى واستطعنا أن نثبت للعالم بأجمعه أننا فريق كبير وجمهور مصر عظيم ألعب في نادي رائع وكبير ومن أفضل الأندية في العالم وساعد في تطوير مستوائي ولكننا نتحدث اليوم على منتخب مصر الذي أنا فخور بلاعبيه وقمنا بفعل كل شيء في المباراة وساعدوني لكي أفوز بجائزة أفضل لعب في المباراة والفوز بالمباراة المطشيات كلها طبعاً احنا عملنا اللي علينا وقدنا كل حاجة عندنا بس طبعاً الأداء طبعاً بيبان من مطش المطش احنا ممكن أول مطش ما كانتش أحسن حاجة وبعد كده المطشيات اللي بعدها تحسننا في الأداء وتحسننا في النتائج وكل حاجة والروح بتاعتنا بتاع منتخب مصر النهاردة يعني كانت روح كبيرة جداً وقدرنا اللي احنا نثبت لعالم كله منتخب مصر فريق كبير على الناس في مصر طبعاً هم دائماً في ظهرنا دائماً ما فيش تخوف ولا حاجة على منتخب مصر هم دائماً في ظهرنا ونحن نشكرهم على ده اللي هم جمهور عظيم وبلد عظيمة زي مصر دائماً في ظهرنا ودائماً نحسن بدعمهم لنا قدمنا مباراة رائعة ويجب على الجماهير أن تكون فخورة باللاعبين نستحق الفوز ولكن كودي فوار قدموا مباراة رائعة أيضاً ولديهم مدرب رائع ولعبون مميزون اليوم حقق المنتخب فوزاً رائعاً لقد ضحينا كثيراً لنكون الفريق الأفضل على أرض الملعب خاصة من اللاعبين أصحاب المهارات والذين يجيدون المراوغة مطالباً بالإشادة بأداء اللاعبين ودعمهم بالشكل اللائق مؤكداً لأنهم يستحقون الاحترام والمساندة خاصة أن المباراة كانت أمام فريق قوي ورائع لكننا كنا أصحاب الأداء الأفضل الناس لا ترضى بالأداء الجيد فقط تريد المزيد ولذلك علينا الاستعداد جيداً لمنتخب المغرب الذي نكن له كل الاحترام بالتأكيد نحن في بطولة رسمية وليست رحلة إلى الحديقة هناك أجواء صعبة نواجهها في تلك البطولة البداية في البطولة كانت صعبة بعد الخسارة أمام نيجيريا في الجولة الأولى من دور المجموعات والخسارة بهدف مقابل لا شيء ولكن أداءنا يتطور بصورة تدريجية ونريد الاستعداد الآن لمباراة المغرب الضغط الجماهيري القادم من مصر علينا جزء من اللعبة هو المشاركة في بطولة تعني الفوز والفوز فقط وبالتالي من هنا يأتي الضغط حتى نفوز على أسود الأطلس ترجمة نانسي قنقر